موسيقى السادة والسيدات الكرام والكريمات ازاي اكوا عاملين يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وبسعادة ايه انا بحب الرئيس جدا 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 واحترمه جدا واقدره جدا واجله جدا لانه هذا الرجل يستحق مني ان اقف له احتراما وان انحني له تقديرا وان اشكره على كل حاجة عملها في مصر من سنة 2014 تقول لي يعني يا عم يوسف ايه اللي حصل اقولك ما تيجي نبص كده مع بعض ونتكلم حبة بالحقيقة والارقام الناتج القومي الاجمالي المصري اي كل الحصيلة التي تنتجها مصر لا مش في 11 وانا بتاع الكلام ده عشرة اوعى الاستقرار اوعى الطعامة اوعى الحلاوة كان الناتج القومي المصري الاجمالي قد ايه 214 مليار دولار ودور ورايه بعد اذنك ودور ورايه في الناتج القومي الاجمالي قبل ما اتحاول تفسيرها تفسير خاطئ ارجع انا اقول لك هو الناتج القومي الاجمالي العالمي في 2010 كان كام اقول لك برضو كان 566 مليار اه اسف 566 تريليون دولار العالم طيب زاد قد ايه زاد 42% بس فبقى تقريبا حوالي 803 تريليون دولار في نفس ذات المدة من 10 لحد 21 الله يعني مصر حققت زيادة في الناتج القومي الاجمالي بتاعها خد بالك بقى 84.5% اما العالم فزاد 42% فقط طيب السؤال هل مثلا ان التعداد بتاع السكان عندي زاد 84.5% ومن ثم زاد الناتج القومي الاجمالي بالمقابل اقول لك لأ طبعا طب ده معناه ايه معناه ان مصر قدرت في مصارها الاقتصادي وهي عايزة تزود الناتج القومي الاجمالي بتاعها انها تخلق فرص عمل تقلل معدلات البطالة وبالتالي الناس اشتغلت فزاد الناتج 84.5% بس كده لأ طبنا دي يجي نشوف معدلات النمو الكورونا عام الكورونا الذي جاء وبالا على العالم سنتين كورونا جابوا اقتصاديات العالم الارض الارض بس اقول لك لأ تحت الارض طب وعملت ايه الكورونا مع مصر قللت طبعا معدل النمو عند ده بس قللت وصل لكام بقى وصل ل3.6% ده معدل النمو في الاقتصاد المصري اما العالم اللي انا قلتلك ما كانش على الارض ده كان تحت الارض كان برضو 3.6% بس بالسالب بقولك يا عام يوسف خلينا في الواقع اقولك الواقع بيقول ان البنك الدولي ودور ورايا يتوقع معدل نمو و4 و7 من 10% للعام المالي بقى 24-25 طب وبالنسبة للعالم عشان هنا تشوف الفروق هل انا ماشي صح ولا ماشي غلط ولا ايه قصة اطفال وتلامزة المدارس اللي فاكرين نفسهم سياسيين ومفكرين ومنظرين وقادة وزعماء او بعض الخبراء الاقتصاديين اللي متصور طبقا لتوقعاته هو لتصوراته اصلي كده خلاص المركب بتغرق انا لحق انوط من المركب اقولك لا ده المركب مش عيمة ده المركب طيرة نصيحة ما تنطش نصيحة ارجع تاني الارقام اقولك والله التوقعات للنمو العالمي في نفس العام المالي 24-25 3% بس يعني انت 4 و7 من 10 توقعات العالم توقعات البنك الدولي بتقول مصر 4 و7 من 10 خش على الصفحة بتاعت البنك الدولي وانت تشوف اعمل سيرتش على جوجل وهتطلع لك 4 و7 من 10 اما العالم 3 من 10 طب السؤال هو ده معنى ايه؟ معنى ان المصار الاقتصادي سليم وصحيح ولا لا اقولك اه ما لقاش حل غير كده هتقول لي يعني بلا اي عيوب بلا اخطاء اقولك وايه اللي في الدنيا من غير عيوب او اخطاء طيب هتيجي تقول لي بس اصل الديون اقولك طب ما تيجي نرجع لألفين وعشرة ونشوف نسبة الدين كانت كام بالمقارنة للناتج القومي الإجمالي المصري نسبة الدين يا فندم كانت 80% ده في 2010 الاستقرار والنماء والاقتصاد والسياسة طب في 22 نسبة الدين بقت 86% هتقول لي بس دي زادت 6% اقولك طب ما تيجي نشوف هو مصر عملت ايه بالفلوس هدرب لك حاجة بسيطة كده القاهرة القاهرة محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية مصر مصر اللي هي عاصمة العروبة ومنارتها كان فيها 357 منطقة عشوائية اللي احنا بنسميه مناطق غير الامنة وتم القضاء على المناطق العشوائية طب الناس راحت فين بالمقابل تم تسليم مئات الالاف من الوحدات البديلة اللي احنا بنقول لنا لاقيه الاسكان البديل طب والاسكان البديل ده ايه متشطب مفروش مجاني فانا خلصت القاهرة من هذا العب اللي انا اتذكر كويس انا بشتغل فلوس اليوسك من سنة 94 اشتغلت في هذا المبنى العظيم العريق سنة 98 اقول لك ان احنا كنا نصف عشوائيات القاهرة بالتحديد القمبلة الموقوطة التي تهدد العاصمة القمبلة الموقوطة التي تهدد مصر يجب علينا العمل على مشروع قومي للقضاء على العشوائيات لكن لا حس ولا خبر ولكن حد بيقرب من العشوائيات ولد يوله وصخرة الدويقة تقع على الناس والناس رحمة الله عليهم جميعا يموتوا واللي يتصاب يتصاب وحاجة مأساوية جدا فيأتي هذا الرجل الذي احبه واحترمه واقدره جدا 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 غاصبا عن اللي خلفوك يا ناصر او الله انا هقول من سبنا من محمد ناصر اصنا لو مسكت فيك هطايت ما بلاش انا والنعم ما بلاش انا وين فيأتي هذا الرجل فيقضي على 357 عشوائيات ويسلم اكتر من ربع مليون وحدة مجاني طيب ايه تاني اقول لك مشروع مليون وحدة اسكان اجتماعي تم تنفيذ اكتر من 50% منه يعني الحد تقريبا شهر الستة اللي فد فعلا تم الانتهاء من تنفيذ اكتر من نص مليون وحدة كل ده غير اللي الناس غوية تهاجم فيه وتنتقده وهو شبكة الطرق الله شبكة الطرق شوف هقول لك مهما هقول لك اللي عاوز يصدق بيصدق واللي مش عاوز يصدق ما بيصدقش والعاوز يبص بالعين الوحدة هيبص والعاوز يبص بالعينتين هيفتح فهتلاقي انه التصنيف بتاعت كان زمان كنت رقم 118 على مستوى العالم في جودة الطرق بقيت امتى بقى دلوقتي بقيت رقم 28 فبقى تصنيفك زي دول اوروبا والاتحاد الاوروبي كان فين ده طب ما هو الطرق والكباري وغيرها كل ده عبارة عن شرايين اقتصاد علشان خاطر انا لما اجي ابني مصانع وخضر اراضي واعمل انتاج انا هوصل مواد خامس ازاي وهنقل المنتج ازاي اقولك ما وكمان كان لازم يتعمل اطرات كهرباء حصل زيادة خطوط المترو حصل مونوريل حصل لا تيجي تقولك دول بين ايه الناس اقولك لا والبضاعة امه ليه امه لانا كنت اعمل كل ده طب ومشروعات الكهرباء انا علشان اعمل مدن صناعية وتجمعات صناعية محتاج طاقة كان لازم بيبقى فيه مشروعات الكهرباء ومشروعات الغاز ومشروعات النفط طالما انا بابني مدن جديدة كبيرة عظيمة زي اللي اتبنت زي العالمين اللي كنا بنتكلم فيها انا وزميلي كان لازم يبقى فيه شبكات للصرف مش بس كده طب واغلية اللي موجودين في الصعيد وفي قرى الدلتة البعيدة مش من حقهم يبقى عندهم مياه نظيفة يا اخي مش من حقه يبقى عنده صرف صح يا اخي فعملنا مشروعات للصرف وللمياه بس كده اقولك لا مش انا عملت كل ده عملت جنبه كمان تقريبا 22 مدينة صناعية بالمناسبة انا عايزك تقرأ كده على مدينة جنب اطفيح مش عايز اقولك بس اسم المدينة يعني عشان هي شريك فيها كمان بالمناسبة الاستثمار الخاص مش بس الدولة عملناها جنب اطفيح في الظهر الصحراء بتاع اطفيح يا سلام على المدينة دي الوحدة حدوتة يعني ما اقولكش طب ومحطات الطاقة النووية طب ومشروعات زيادة الرقعة الزراعية اللي بقت اكتر من ثلاثة ونص مليون فدان مشروعات رقعة زراعية جديدة طب انت عارف القطاع الزراعي ده بيستوعب قد ايه القطاع الزراعي ده بيستوعب حوالي 27 في المية من القوة العاملة المصرية يبقى ازاي ما اهتمش بالزراعة ده مورد اقتصادي ازاي ما اهتمش بالزراعة ده مورد للامانية بتاعتي كان لازم عمل محطات المعالجة ما انا عايز مية وكان لازم ابطن الترع ما انا عايز مية المية يعني زراعة وصناعة وشرب صح ولا انا غلطان طيب ما تيجي نبص على اللي بيجرى كده هو جو مصر يعني انت عملت اكتر من 22 مدينة صناعية وعملت مدن جديدة وعملت منظومة طرق وكباري وعملت منظومة نقل حديث وعملت نظم راية حديثة وبطنت ترع وعملت شبكة مواصلات وعملت بناء كل انا بقولهولك ده تحت وعملت كهرباء وغاز وبيترول نفط الاخ الاخ كل ده وانا بقولك اهو على دول اغنى منك بكتير في العالم لم تتحرك من مكانها مثلما تحركت انت والله العظيم انا لسه شايف فيديو لمواطن محترم كده يا خليجي ظريف قال والله العظيم يارتنا ربع مصر شوفوا مصر تبنى فيها كم مدينة في عشر سنين بالمناسبة ده احنا ما كملناش عشر ده احنا هم يدوب 8 سنين ونص قول 9 سنين تيجي تقولي لماذا تقول انك تحب وتحترم وتقدر واقف له وانحني امامه احترما كمان ترجمة نانسي قنقر